تلقى الرئيس عبدالفتاح سيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليتس وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة خلال الاتصال تم التوافق بشأن الخطورة البالغة للموقف بالنظر إلى حدة تداعيات الإنسانية على المدنيين فضلا عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة وقد استعرض رئيس سيسي في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدأ وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة